شمسنا كتير كبيرة لدرجة أنه إذا جبنا مليون كرة أرضية حطناهم جوا الشمس بيوسعوا أنا القرشي حققت في دقائق الشمس هي واحدة من النجوم اللي لا كتير كبيرة ولا كتير صغيرة حجمها تقريبا متوسط وهي المحرك الأساسي لكل شي عم بصير عندنا بكوكب الأرض وعمرها تقريبا بنفس عمر الأرض 4.6 مليار سنة وهذا الحكي لأنه كل المجموعة الشمسية اتشكلت بنفس الوقت كتلة الشمس هي 99.2 بالمية من كتلة المجموعة الشمسية أما الباقي كل شي كواكب ومذنبات ما بيتجاوز كتلته أكتر من 2 بال10 بالمية من هاي المجموعة الشمسية حرارة سطح الشمس كتير عالية 5500 درجة وهذا الحكي ما بيتقارن بلب الشمس اللي بتوصل درجة حرارته لـ 15 مليون درجة اللي عم بيخلي الشمس تضل شغالة هو الاندماجات النووية اللي عم بتصير جواها بتيجي ذرات تندمج مع بعض وبتطلع طاقة والضو بياخد تقريباً 100 ألف سنة لما يقدر يطلع من لب الشمس لسطح الشمس وبعدين بياخد 8 دقايق ونص لما يوصلنا على كوكب الأرض في يوم من الأيام شمسنا رح تموت وتقدير العلماء بيحكي إنه بدهجي 5 مليار سنة إلا يصير هذا الكلام وبس يصير رح الشمس تضل تكبر 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 وتبتلع عطارد الزهرة كوكب الأرض وبعدين تنفجر وبس تنفجر رح توزع كل شي فيها بالفضاء وهيك عرفنا أكتر عن الشمس إذا عندكم أي سؤال عن الموضوع اسألوني تحت بالتعليقات وإذا حابين تعرفوا عن مواضيع علمية أكتر تابعوا قنوات تقص العرب تلا